ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع ألفاظه إنسان غير نبي وقد أحاط نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة المبسوطة المتسعة فكان يكلم كل قبيلة بلهجتها وكان يتفاهم مع كل قبيلة بلهجتها لدرجة قال له سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله إن ابن عمك وربيت معك ولكني أراك تكلم وفود العربي بما لا نفهم أكثره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي فهو الذي غلب كل الشعراء ولم يكن شاعراء وغلب كل الخطباء وبز كل العرب حتى أقروا لبلاغته وسلموا لفصاحته لم لا وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه لم لا وقد علمه ربه فأحسن تعليمه إنه تعلم في المدرسة الربانية ونال من العلوم الإلهية ما جعل اللغة العربية تتحضر على لسانه تحضر الماء وتجري على لسانه جريان الماء إنه صلى الله عليه وسلم هو أفصح البشر وهو أفصح من نطق بالضاد لغة العرب لغته صلى الله عليه وسلم وبلاغته فيها الإيجاز ولغته صلى الله عليه وسلم بلاغته وبلاغته فيها الإطناب وفيها الاتساع وفيها كل ما يتمناه المرء إنه صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نصف كلاما بالإيجاز فتجد الإيجاز في كلامه على أبلغ حال وإذا وصفنا الكلام بالإطناب المفيد تجده في كلامه على أفسح طريق إنه صلى الله عليه وسلم استطاع بلغته التي علمه ربه إياها أن يقنع العرب لأنه لا يمكن أن يكون لأحد سبيل إلى الإقناع وللإمتاع إلا بلغة صحيحة جميلة وهذا ما كان عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي جعله يعلنها في الحديث الصحيح أُعطيت خمساً لم يُعطَهن نبي قبلي أولها أنه قال أُوتيت جوامع الكلم وجوامع الكلم هو أن يقول المعنى الكثير باللفظ القليل ونجد هذا واضحاً بيناً وضوح الشمس في ضحاها فيما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شائعاً في الأمة وأن تردده الأمة وأن يعلمه البسطاء والمثقفون على السواء بحيث يصل إلى الأفهام بأخصر طريق وأوجز لغة وجملة عربية في أبسط أوجه تراكيبها تأمل حينما أراد أن يبشع الظلم للأمة قال ذلك في حديث موجز قصير من سمعه حفظه من أول مرة لماذا؟ لأن الحديث يتعلق بعمل قل ما يخلو منه أحد ويتعلق بهم وبظلم قل ما يسلم منه أحد فحينما أراد أن يبشع الظلم نظمه وقاله في جملة في أقصر جملة الظلم ظلمات يوما